عقدت هيئة التشاور المصالح اجتماعا مرئيا برياسة محمد الغيثي وبحضور مواب الهيئة وقدم الغيثي حاططا عن جهود رئاسة الهيئة واتصالتها في الجانب التنظيمي والسياسي في إطار مهامها المقالى إليها مشيرا إلى حاجة الهيئة لبدل جهود مضاعفة للحفاظ على تماسق قوى ومكونات الشرعية بما يساهم في متانة مجلس القيادة الرئاسي ووحدة الصف الوطني كما شددت الهيئة في اجتماعها على أهمية تفعيل مؤسسات الدولة وأن تتحمل الحكومة والفريق الاقتصاد مسؤولياتهم الوطنية لينقاذ البلاد من هيار اقتصاد يلوح في الوفق وإيجاد حلول ومعالجات اقتصادية للأزمة التي تمر بها البلاد وأكد اجتماع الهيئة على دعم جهود إحلال السلام في اليمن بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وحل القضايا الرئيسية وفي طليعتها قضية الجنوب وعلى دعم ومساندة المجلس الرئاسي